مين بقى النقطة مهمة دي عشان حاجة كلكم بتسألوا مين اللي هيجي بعد بيتسو موسماني مين الأسماء المرشحة الآن إنها هتيجي مع النادي الأهلي مديدا فنيا خلفا لبيتسو موسماني أبرزهم روي بيتوريا البرتغالي عنده 52 سنة أخير نادي ضربه سبارتاك موسكو الروسي أبرز الأندية اللي ضربها طبعا النصر السعودي وبينفيكا البرتغالي وفيتوريا جماريش البرتغالي إنجازاته مع روي بيتوريا كان دوري البرتغال مرتين وعفوا كان عنده اتنين دوري مع بنفيكا موسمي 2015-2016 و2016-2017 وفاز كمان باتنين كأس البرتغال مع بنفيكا موسم 2016-2017 ومع فيتوريا جماريش موسم 2012-2013 وكأس السوبر البرتغالي مع بنفيكا موسم 2016-2017 والدوري السعودي مع النصر موسم 2018-2019 والسوبر السعودي مع النصر موسم 2019-2020 أيضا معين الشعباني التونسي عنده 42 سنة آخر نادي ضربه طبعا كان المصري البورسعيدي أبرز الأندالي ضربه التراجي التونسي تدرك حتى وصل للمدير الفني في نادي التراجي وأيضا نادي الرياضي لحمام الأنفي بتونس إنجازات معين الشعباني خمسة دوري تونسي موسم 2017-2017 2018-2019 و2019-2020 و2020-2021 والسوبر التونسي موسم 2018-2019 و2019-2020 أيضا فاز بدوري أبطال أفريقيا عامي 2018-2019 مدرب كبير ومدرب محترم كمان كالوس كيروش الموديل الفني البرتغالي الأسبق لمنتخب أو سابق لمنتخب مصر 69 سنة وطبعا آخر فريق دربه المنتخب المصر أقول لكم حاجة بس على كالوس كيروش وده يمكن اللي أكتم به قصة المدربين المرشحين أنا شايفية أسماء كتير قوي أنا قلت لك الأبرز يعني كالوس كيروش مدرب كبير ومدرب محترم وفي رأيي لو جي النادي الأهلي هتبقى صفقة عظيمة ورائعة بس في حاجتين هم اللي ممكن يمنعوا كالوس كيروش إنه يبقى موجود مع النادي الأهلي مش أمور مادية ولا فكرة إنه نتقالي نهارده ده هو مش حابب يرجع يدرب في الكرة المصرية تانية لا خالش هو حابب والنادي الأهلي هو نادي دائما مغري لأي مدرب أجنبي نادي هو صاحب الألقاب الأكثر في القرار الأفريقية نادي مستقر إداريا الموضوع بتاع الأمور المالية ما فيهاش مشكلة عنده كل الإمكانيات فأي مدرب أجنبي متاح يحب يدرب النادي الأهلي بس هي الحكاية فيه إنه كالوس كيروش بقى له فترة ما بيدربش أندية مش مهتم يدرب أندية هو مهتم يدرب منتخبات فكرة عامل السن ودي جزء عند النادي الأهلي إنه كابتر محمود الخطيب وشركة الكرة في النادي الأهلي حابة أن المدرب اللي يجي للنادي الأهلي يكون صغير في السن ما يكونش كبير في السن عشان يبقى عنده مشروع طويل أمد مع النادي الأهلي يكمل مع النادي الأهلي عدد من السنوات الأهلي من الأنداية اللي بتحب استقرار مدربيها فما يحبش انه يجي المدرب يقعد سنة او سنتين ويمشي لكبر السن وان كنت انا شايف ان كالوس كروش سنه لسه يقدر يدي اربع خمس سنين كمان واكتر فلو الاهلي جيبوا هتبقى في رأيه صفقة غظيمة وصفقة مميزة كبيرة يعني دول المدربين المرشحين لتدريب النادي الاهلي خلفا لبيتسو مسماني حتى هذه اللحظة